موسيقى محكمة العدل الأوروبية تسهل قانون لم الشملي في النمسا تحسن طفيف في مستوى الفساد في النمسا عالميا انخفاض مستوى النمو الاقتصادي نهاية العام الماضي زيادة النقود المزورة في النمسا خاصة في الفئة خمسين يورو عمدة كراتس الشيوعية تحصل على جائزة أفضل عمدة في العالم وإدانة شابتين بمحاولة ابتساز شاب بتهمة الاختصاب من النمسا ميديا وحييكم وانقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم أكدت محكمة العدل الأوروبية منح لاجئ سوري الحق في لم شملي عائلته في النمسا رغم تجاوز عمره الثامنة عشر ويعتبر الحكم حاسما لمستقبل قرارات المحكمة في أوروبا حيث يؤكد على حق اللاجئين القصر في اللجوء لعادة توحيد العائلة حتى بعد بلوغهم سن الرجل كما يسمح بانضمام أفراد العائلة في ظروف خاصة بما في ذلك شقيقته المصابة بمرض خطير وكانت النمسا قد رفضت لما شمل والدي الشاب بسبب تجاوزه السن القانونية أثناء انتظاره قرار اللجوء تراجعة النمسا في مؤشر تصنيف الفساد العالمي الصادر على Transparency International إلى المرتبة عشرين من بين مائة وثمانين دولة بعد أن كانت عند الثانية والعشرين وعلى الرغم من التحسن الطفيف في إجراءات مكافحة الفساد الحكومية إلا أن هذا التراجع يعتبر شهادة محبطة وفقا لأليكساندر بيكر رئيس تي اي أوستريا حيث كانت النمسا في المرتبة الثانية عشر قبل خمس سنوات لكن الفضائح مثل فيديو إيبيزا أثرت سلبا على تصنيفها واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى وبقيت الصومال وفنزويلا وسوريا في ذيل القائمة استمر الاقتصاد المحلي خلال الربع الرابع من عام 2023 في الركود بنسبة 0.2% وسجل أداء متدنيا مقارنة بالربع الثالث وظهر التقدير السريع لمحهد أبحاث الاقتصاد فيفو أن الركود الذي شهدته المنطقة في العام الماضي قد توقف انقفاضه في نهاية العام بينما شهدت قطاعات الإنتاج تحسنا بعض الشيء وبشكل عام كانت النتائج متفاوتة وإشارة مع حد فيفو إلى أن الناتج في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر قد انخفض بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 قال البنك الوطني النمساوي أنه تم ضبط ما يصل إلى 8000 نسخة من الأموال المزيفة في النمسا العام 2023 لزيادة طفيفة عن مستوى ما قبل الجائحة وبلغت الأضرار ما يصل لـ 500 ألف يورو وتم اكتشاف معظم الأموال المزيفة في فيينا تلات هاولات النمسا العليا والسفلة وتركزت التزويرات على ورقة 50 يورو وتجزور الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد بدأ التحضير للسلسلة الثالثة من اليورو بهدف جعلها إحدى أكثر العملات مقاومة للتزوير في العالم فازت عمدد مدينة جرادس في النمسا الكاكار من الحزب الشيوعي بجائزة وورد مايور لعام 2023 من قبل مؤسسة مايور سيتي في لندن وتكريما لتفانيها في خدمة المدينة والمواطنين حازت كار على إعجاب اللجنة حيث كانت واحدة من 24 عمدة تم ترشيحهم للتصويت في الخريف الماضي واعتبرت اللجنة أن كار تمثل نموذجا يحتذا به للمساهمة في المجتمع بدون تحقيقها فوائد شخصية وتعتبر هي أول نمساوية تحصل على هذه الجائزة وهي تمثال وورد مايور أدينت شقيقتان بالسجن المشروط في المحكمة الجنائية في فيينا بعد محاولتهما ابتزاز شاب في العام 2022 وحكم على إحداهن بالسجن لمدة 24 شهرا والأخرى لمدة 18 شهرا وكانت إحداهن قد ادعت أن الشاب اختصبها ولكن تبين أنها قدمت شكوى زائفة وتلقى الشاب تهديدات بالقتل والابتزاز عبر واتساب يطالبونه بدفع 60 ألف يورو وذلك بعد أن عرفوا أن لديه ساعات باهضة الثمن في منزله وقد تم تحميلهم تكاليف محام الشاب والحكم غير نهائي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق فقرات على هواتفكم كنت معكم أنا أسامة زهير وأمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة